تماشيا مع التخوفات الأفريقية العميقة إزاء أليات إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وليامز تشدد على ضرورة التعامل بشكل حذر مع ملف المرتزقة لتفادي مخاطر قد تسببهم بزعزعة أمن منطقة الساحل ستيفاني وليامز في تعليق لها قالت إن عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا هي عملية دقيقة ومعقدة ويجب أن تتم بحذر وتأني من أجل ضمان عدم زعزعة استقرار الدول المجاورة مشيرة أن ذلك يتطلب وقتا طويلا والبحث عن أليات تنسيق دقيقة وموسعة بين ليبيا ودول الجوار والأمم المتحدة من أجل ضمان خروج منظم للمرتزقة من ليبيا وتفادي التحديات الأمنية التي يمثلها انسحابهم من البلاد بشكل غير منتظم على منطقة الساحل الأفريقي بشكل عام وكان الاتحاد الأفريقي قد دعا في وقت سابق إلى تعزيز التنسيق بين دول الجوار في ملف المرتزقة ودعم الخطة التي اتفقت عليها اللجنة العسكرية مؤخرا مع ممثلين عن اتشاد والسودان في القاهرة ويمثل المرتزقة الأفارقة خطرا كبيرا على منطقة الساحل وجنوب الصحراء الكبرى حيث يصعب ضبط الحدود الجنوبية الليبية التي تكثر فيها الجماعات المسلحة الأجنبية العابرة للحدود وترتبط مع مجموعات معارضة لبعض الأنظمة في دول الجوار ورفض هذه الدول مغادرة ليبيا دون نزع سلاحها نيائيا وهو أمر معقد وصعب للغاية حيث فشلت اللجنة العسكرية حتى في حصر أعداد هؤلاء بسبب دخولهم وخروجهم من وإلى ليبيا